آخر سؤال بسرعة قال الإزيرك في هذه الآية الرحمن العرش استوى قال إذا قلت الله في السماء معنى العرش أكبر من الله والكلام ده كفر وباطل من ألقى المعنى وكذا ده يا أخواني من التشبيه خد بالك الشبهات الزي دي كلها شبهات إنه الإنسان بصور صورة معينة لله عز وجل في ذهنه خد بالك تخيل هو كده تخيل إنه العرش بصورة معينة وإنه الله عز وجل فوق العرش بشكلية معينة عوذ بالله يا أخو معناها الله ما استوى على العرش الكفر ما من الزولة قال الرحمن على العرش استوى الكفر منك انت شبهت الله في ذهنك لكذا ما تشبه ربنا سبحانه وتعالى بصورة في ذهنك يعني لما تقرأ العياء الرحمن على العرش استوى ما أصور لك صورة معينة بس الرحمن على العرش استوى 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 استواء يليق بجلاله من غير بتشكل أي صورة في ذهنك لأنه أي صورة شكلتها هذه من الكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه تتشبيه للمولى بالمخلوق وبالتالي هو لو ما شبه الله ما كان قال كلام زيدك ونحن عقيدتنا الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل دي عقيدة أهل السنة المجمع عليها نلتقى إن شاء الله في الحلقة الغادية